رغم الشعبية الكبرى التي يحظى بها مشروب القهوة حول العالم إلا أن ذلك لا يمنع وجود بعض الآثار الجانبية التي قد تضر بصحة الإنسان من وراء الأفراط في تناولها إليك الآثار الجانبية من وراء تناول القهوة شرب القهوة على معدى خاوية أو كأول شيء في الصباح أمر يعمل على إفراس حمض الهيدروكلوريك وهو الحمض الذي لا يجب أن يفرز إلا لهضم الواجبات فقط لغير شرب القهوة يتسبب في الإصابة بالقرحة والكلون العصبي والحمودة فكثير من المكونات الموجودة بالقهوة مثل الكافيين وكثير من الأحماد التي توجد بحبوب القهوة من الممكن أن تتسبب في إثارة المعدة وكذلك إثارة جدار الأمعاء الدقيقة شرب القهوة قد تسبب في الإصابة بمشكلات قرحة المعدة حيث ثبت أنها قد تتسبب في حدوث ارتجاع مريئي وحرقة معدى اتبين أن شربها قد يؤدي لفتح العضلة العاصرة المريئية السفلة التي يجب أن تبقى مشتودة لمنع عودة محتوى المعدة إلى المريء وتحدث حرقة ببطانته الحساسة من خلال حمض الهيدروكلوريك شرب القهوة قد يزيد من صعوبة حصول الأشخاص على القدر الكافي من المعادن في أنظمتهم الغذائية حتى ان تناولوا مكملات غذائية أو أطعمة غنية بالمعادن الإفراط في شرب القهوة أمر يعمل على زيادة إفراز هرمونات التوتر والإجهاد الكورتيزول، الأدرينالين والنورادرينالين وللجميع أن يعلموا أن تلك الهرمونات تزيد من معدل نبض القلب ضغط الدم ومستويات التوتر وهو ما يجب الانتباه إليه كذلك موسيقى 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 موسيقى